تحية لكل عم تتابعونا عبر موقع فوشة وحبين يعرفوا أخبارنا الفلكيين وبداية مع مولود برج الحمل يلي عم نشوفه عم تتحسن أحواله المهنية بشكل ملفت بالرغم من الظروف الآسية اللي وقفت بطريقه مع أحد الزمل في العمل وأما عاطفيا فالفلك عم يتحدث عن مصالحة وتقارب ما بينه وبين الشريك بالإضافة لتطورات مهمة مرتبطة بمصير علاقته معه مولود برج التور يلي كمان عم يستعد لتصحيح كل المفاهيم الغامضة يلي خوفته على الصعيد المهني بالإضافة لترتيبات جديدة مرتبطة بوضعه المالي يلي كمان عم نشوفه جاهز لألة وكمان مستعد لألة بكل حماس وأما عاطفيا عنادك مع الشريك ما عم بفيدك بشي ومن الضروري تسوية الأجواء معه لتتجاوز بعض المشاكل يلي عم بتعيشها بعلاقتك معه مولود ده برج الجوزائي يلي كمان عم نشوف خطواته المهنية مهمة جدا وكمان الفلك عم يتحدث عن ظروف جدا مناسبة للواقع يلي عم بعيشه بالإضافة لرغم بالسفر ممكن يحققه قريبا وأما عاطفيا ابتدت تهدأ الأمور مع الشريك من بعد تشنج غير مقبول ما رأت فيه بالسابق ويبدو إنك أمام مصير عاطفي كنت عم تستناه من وقت طويل مولود ده برج السرطان يلي كمان عم تتحسن ظروفه المهنية بشكل ملموس وكمان يبدو إنه مضطر على ملاحقة بعض الإجراءات المهمة والمرتبطة بخطوة جديدة كان مفكر فيها من قبل وأما عاطفيا عم تشغل بالك بمواضيع سلبية ممكن تأثر على نفسيتك وأسلوبك مع الشريك بدون ما تحس مولود ده برج الأسد كمان عم يسعى لزيادة مدخوله المالي بكل الطرق ولكن نصحتنا أنك تنتبه من التورط بخطوة مهنية أو مشروع غير مدروس بشكل كافي ومن الضروري تسأل أهل الخبرة قبل ما تتحرك على أي شي جديد وأما عاطفيا الفلك عم يتحدث عن تسوية خلاف بينك وبين الشريك ولا ربما تعلن عن حدث مهم مرتبط بعلاقتك معه مولود ده برج العزراء المطلوب منك التركيز على هدف مهني محدد بدل من الدخول بمجالات مجهولة النتائج ومن الأفضل لألك تستفيد من التغييرات السريعة يلي عم بتعيشها بالوقت الحالي وأما عاطفيا عم تتعقد أمورك مع الشريك من بعد ما كانت أوضح بالفترة السابقة وأما العزمين يلي كمان كأنهم جاهزين لمعالجة أوضاعهم العاطفية بشكل أفضل مولود ده برج الميزاني يلي كمان عم يجتهد على خلق الفرص المناسبة لزيادة مدخيله المادية وبنفس الوقت عم نشوفه مهتم بمتابعة بعض الأوراق يلي إلي علاقة بأمور قانونية أو إدارية ومن المتوقع يكون تأثير جدا إجابي على أوضاعك بشكل عام وأما عاطفيا تبدو مشغول بتهدئة الأجواء المتوترة دايما بينك وبين الشريك وكأنه ما عندك شغلي ولا عملي غير أنك غير تقديم التبريرات الكيفية واللازمة لأله مولود ده برج العقرب كمان يبدو أنه غير مطمئن للإجراءات الجديدة اللي عم تنفرض عليه على الصعيد المهني وبنفس الوقت غير قادر على تحريك أي شيء بالشكل اللي عم يتمنيه وخصوصا بهذا الوقت وأما عاطفيا من غير المنطق تفكر التفكير فقط بس بأخطاء الشريك بصورة سلبية بدون الالتفات لتضحياته معك طول الفترة السابقة مولود ده برج القوس الفلك عم يتحدث عن فترة حاسمة بانتظارك على الصعيد المهني وممكن أن تكون ممكن تعرضك لبعض المخاطر والتقلبات يلي ممكن تظهر فجأة قدامك وأما عاطفيا علقتك مع الشريك بتحتاج لمبادرة جدية لتوضيح الأسباب الخلافية يلي واجهتكن سوى بالفترة الماضية مولود الجدي كمان عم نشوفه يبدو أنه تخطأ المرحلة الأسوأ يلي كان متخوف منها على الصعيد المهني وكمان عم نشوفه متحمس على التعاون مع أكتر من طرف من داخل أو خارج محيطه المهني وأما عاطفيا عم تجتهد على إعادة ترتيب أمورك العاطفية بما يتناسب مع ظروف اللحظة يلي عم بتعيشها مع الشريك مولود ده برج الدالو كمان عم نشوفه متفائل بالأجواء المهنية اللي عم بعيشها حاليا وكمان منقلك توقع تشجيع من جهة مهمة على تبديل وظيفتك أو مجالك المهني ولكنك ما زلت متردد وأما عاطفيا عم بيلفت نظرك تجاوب الشريك مع تلميحاتك لأله فيما يتعلق ببعض المشاريع المشتركة المرتبطة بينتكن آخر الأبراج معنا مولود ده برج الحوت عزيز الحوت ما تستعجل بقراراتك المهنية بدون ما تحدد أولوياتك وأهدافك للمرحلة القادمة وخصوصا أنك عم تسعى للبدء بشي جديد وأما عاطفيا يبدو أنك غير راضي عن تصرفات الشريك الباردي معك والي ربما تتحول خلفاتك معه لمشكلة مرتبطة بكرامتك بسبب بعض المواضيع الحساسة يلي كمان عم بتعيشوها سوى نينتكم بعض في بعض المواضيع إذا فتحتوها عم بتأثر على طبيعة العلاقة بينتكن فادير بالك هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا ألف فلكية لكن على بالهم نتواصلوا معي ويعرفوا أكتر شو مخب بالهم لحظ الفلك الأسماء الأرقام وكل شي حابين يعرفوا عن حياتهم العاطفية المهنية اسمهم إذا كان قوي ولا ضعيف المرحلة الأجمع شو بتحمل معا من تطورات أو تنقضات أو خسير أو أرباح إن كان مهنة أو حتى مادة ووضعنا العاطف في كيف ممكن نطوره بشكل إجابي كل هالأجوبة هذه فيكن كل هالأسئلة أجوبتها متوفرة عنها من خلال الاتصال فينا على 02961-777-85-86-87 والرقم الثاني لهو 02961-777-85-87 أنا زمانة وهي بوضعكم بقلكم دالكم بألف خير وبي باي اشتركوا في القناة